تعد ظاهرة الهجرة غير القانونية واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق المجتمع الدولي وهي ظاهرة متعددة الأبعاد تسهم فيها عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلى مدار سنوات انتهجت الدول سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير القانونية حيث نجحت في إحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية على مدار سنوات طويلة كانت مصر ككل دول المنطقة تعاني من أزمة الهجرة غير القانونية التي كانت تودي بحياة آلاف الشباب ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية لم تتوقف الدولة عن هدفها في محاربة تلك الظاهرة التي يلجأ لها الشباب في العديد من القرى النائية والفقيرة لمواجهة أعباء الحياة الدولة بقيادة الرئيس السيسي انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة في تعاملها مع ملف الهجرة غير القانونية في ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية كما كان للدولة دور مميز في استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري واستفادتهم بكل الخدمات المتاحة أسوة بأشقائهم من المواطنين المصريين بداية جهود الدولة على المستوى المحلي لمكافحة الهجرة غير القانونية كانت عندما تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير القانونية حيث أعلن الرئيس سيسي في عام 2016 عدم خروج أي مركب هجرة غير قانونية من السواحل المصرية أيضا تم إصدار قانون رقم 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير القانونية والذي وضع عقوبات ردعة لهذه الظاهرة وفي يونيو من عام 2016 ترأست مصر واستضافت الاجتماع الوزرية الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشرم الشيخ فضلا عن إطلاقها مع إيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة الهجرة غير القانونية في مارس 2017 الدولة استضافت في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين أفريقيا وأوروبا وشاركت مصر كذلك في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير القانونية في نوفمبر 2014 إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عمليات التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطة حول الهجرة غير القانونية في نوفمبر 2015 الحكومة بدأت تنفيذ المبادرة الرئاسية مراكب النجاة التي أطلقها الرئيس السيسي ضمن توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم وذلك في ديسمبر عام 2019 فضلا عن جهود كثيفة ومتنوعة نفذتها لوقف تلك الظاهرة وضمن هذه الجهود تأتي المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتي تسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة للمواطنين بالقرى المصدرة للهجرة غير القانونية مصر تبنت استراتيجية متكاملة للقضاء على الهجرة غير القانونية حتى أصبحت نموذجا ناجحا في مكافحتها ودعم اللاجئين وسط إشادة دولية بتعامل الدولة مع كل الملفين في ظل حرصها على الالتزام بالاتفاقيات الدولية